أهلا بكم أعزائي الطرف كل مكان تلت عدادي النهاردة بعدنا مع حلقة المراجعة النهائية على الفصل الدراسي الأول الحلقة شباب هنتكلم فيها على جميع الكلمات اللي موجودة في 6 وحدات وكمان هنراجع الجرامر وهنحل امتحانات ولو في فرصة إن شاء الله في الحلقة الجاية هنعمل حل امتحانات فقط مع الإجابات أهلا بكم أعزائي المشاهدين معاكم أحمد عبد الشافي من قناة أستاذ جرامر يريد أن يتفرج عليها لأول مرة ومعملش سابسكرايب أو اشتراك لقناة أستاذ جرامر يريد أن ندوسها على كلمة اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد لشرح مناهج الدراسية لللغة الإنجليزية في جميع المراحل الإبتدائية والإعدادية والسنوية تعال فكرك كده في يونيت وان الواحدة الأولى كان ما فيها مجموعة كلمات جميلة جدا وكانت اسمها الراون تاون يعني حول المدينة يلا بقى مع بعض هنقرأ الكلمات انا هقرأ معاك الكلمات وانت بقى شوف الكلمات اللي بالعربي يعني مش عايزين عشان ايه الحلقة ما تطولش معنا هنقول تاني اللي هي الأثار اللي هي بتاعة الفرعونية اكواريوم اكواريوم اللي انت بتلاقي فيها كلمة فش او دولفن ساجيشن كمفارتابل مريح بيسفول اللي هي بتسوي قالم وبتسوي قويت سيتي يونيفيرستي سبيس اكزيبشن سبيس اكزيبشن باسنجرز لانش تايم فري اللي هي المعدية ودايما بتجي في جملة كروس زنايل ترام اللي هو الترمي جيرني بودري بروتكت ترافيك بيس بوتينيكال ودايما بتجي معايه بوتينيكال جوردنز وي معاك كلمة ساينتيست هو ستادي بلانتز توجيذر اليامعان ترانسپورت نقل وموصلات ريالوي ستيشن بلاتفورم سينشري اندورز في الداخل ديركشنز اتجاهات جوري مجوهرات قويت اللي هي هاده اللي بتساوي كلم وتساوي كسفول يلا معايا هالبفول متعاود بسكرايب انفيرلمنت ميت اوب من الافعال المهمة جدا ميت اوب معناها يلتقي افنت بولوشن بلوتينج بلوشور يوسفول فاكت فايل سكاديولد انرجي اللي هي اتق تعال بقى نشوف مجموعة البرتبوزيشنز اللي هي حروف الجار والإكسبرشنز اللي هي التعبيرات ونركز معايا على الكلمات اللي مكتوبة باللون اللحمر لان هي دي اللي بتيجي في التكملة لوك فورور تو يتطلع إلى ودايما بيجي وراها جيرا ده شباب او فعلي فا ان جي المجموعة دي بدافور افضل ليه فولو داييريكشنز يعني دايما كلمة داييريكشنز بتاخد كلمة ايه فولو easy to use سهل استخدام ويبقى وايسألني في الايه في الكلمة اللي بقولون الله احمر دي حرف الجاردة kind regards لما جاختم الايميل بتاعي او اللاتر بتاعي بقول ايه kind regards give an answer give بتيجي مع كلمة an answer walk past the walk past the يعني مرا بيعني ماشي جنب حاجة in five minutes يعني في غضون خمس دقيق هكون مسلا عندك in the south of في جنوب والترنلفت يعني يتجه يسار make sure throw the city make suggestion keep in touch with disagree politely get married meet by the bridge اهي اللي انا كنت بس ايلك عليها من شوية meet by the bridge on the corner of يبقى كل ميت كورنر هيجي قبلها حرف الجر on مش in وبعدها حرف الجر of look like يعني يشبه او يبدو do the same thing يعمل نفس يفعل نفس الاشياء turn right يتجه يمين save money يتدخر المال او يوفر فلوس لغرض معين تعال بقى نشوف مجموعة synonyms ومجموعة الانتنمز ركز معايا كده انا كلمة synonym يعني يا شباب يعني منظفة مستر احمد طيب بتسوي كلمة ايه بتسوي ستة سبع حاجات يعني ما ممكن ما يجيش يقول لي كلمة synonym دي ما يقولش كلمة دي عمال يقول لي يا مستر عد بقى معايا اول حاجة يقولك means يعني تعني the same meaning يعني لها نفس المعنى similar to تشبه الى equal بتسوي can be replaced by can be replaced by يعني ممكن تحل محل كزا كل ده بيديني معنا كلمة ايه synonym طيب كلمة انتنمز اللي هو المضاد بتسوي كلمة ايه بتسوي كلمة افزت افزت تمام عارف بقى انت الطريقة بتاعتي الطلبة بتوعية حافظين طريقة كده معينة بقول حاجة بقول برو اللي هي معناها هيستعير synonym take الانتنم لند interesting هي attractive الانتنم unattractive beautiful هي lovely هي nice هي بريدي الانتنم ugly large هي big هي giant هي huge الانتنم small or little true هي right correct الانتنم false usual من كلمات الامتحانات دي يا شباب على فكرة هي normal هي typical الانتنم unusual تعال كده اخد مجموعة من prefix و suffix طبعا pre يعني تيجي في الاول suffix تيجي في الاخر تمام تعال بقى نشوف ايه نعم مش اقرار لك كل حاجة حتى ما انطولش بعائك دي الشرطة على الشمال اللي عندك يبقى دي يا مستر يبقى دي suffix يا مستر يبقى المقطع full بيعمل ايه شباب بيحول الاسم لصفة يا مستر يعني عندي كلمة ايه peaceful useful طب المقطع able اللي هي suffix able بتحول الفعله مستر لصفة يعني comfort طبعا طبعا كده طيب suffix ive بتحول الفعله مستر لصفة برضو يعني attract اللي هو الفرب بيبقى ايه attractive لو هو adjective طيب suffix ing بتحول الفعله مستر لصفة او نعم اللي هو الاسم interesting polluting تمام suffix ive بتحول الاسم يا مستر لصفة north بتبقى ايه northern ايه شمالي و east اللي هي شرقه بتبقى eastern شرقي prefix on يا شباب prefix on بتعمل يا مستر دي معناها لا معناها ايه لا وقت قراءها لا تنفي الصفة معناها ايه لا طب بتعمل ايه اه بتنفي الصفة يا مستر يعني comfortable عشان فيها بتبقى ايه uncomfortable طيب natural اللي هو طبيعي عشان فيها احط قبلها on يا مستر تمام كده طيب prefix im معناها برضو لا يا مستر معناها ايه لا وبتعمل ايه دي يا شباب بتنفي يا مستر يا الصفة يا الظرف يعني polite لو هي صفة تبقى impolite طيب polite اللي هي عندك دي اللي هي الظرف او الحل بتبقى ايه بتنفيها بايم تعال بقى اشوف معايا الجزء بتاع الجرامر اللي كان موجود في unit one اللي هي prepositions of time دي يا شباب محتاجة حفظ محتاجة ايه حفظ يعني في حاجات احكين دايما بقول لك ايه احفظ وحاجات بقول لك افهمها وحاجات بقول لك يعني اعرفها كده من ايه من السياق حرف الجر ان لازم كده اعود معنا بس اقول ان جولاي ان يا مستر جول ان ابرل ان ماي يعني ان اه والشهر ان تو سازن فورتين ان تويني 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 يبقى مع السنوات ايه تان مع القرون ما تقراش بالعربي وتسيب اللي انجلش لا لازم تقر دي الاول لان في المتحانة هجي لك دي مش هجي لك العربي فترات اليوم بقى تمام تعال شوف حرف الجر ان ان ده بقى ايه معروف يعني لو بيجي ايه مع الايام مستر ان سندي ان فراي دي طب مع التاريخ مستر ان زا فرست اف جين يوي تو سازن تويني فور ان ماي برث داي اللي هو تعبيره ده مش مناسبه دي اسمه تعبيرات ان خلو داي يعني حاجات سبتة ان فراي داي افترنون بايش تقول لها مستر ده في افترنون اهي المفروض ناخد ان بس هنا قابلها كلمة ايه لا فراي داي شباب تمام طيب حرف الجر ات يا مستر وضع ايه في الموضوع بيجي مع الساعات اللي هي ات فور كلاك بيجي مع كلمة الليل اللي هي ات نايت او مع المصطلحات اللي هي ات بريزنت و ات زا مومنت ايه من الكلمات الده اللي على المدرع المستمر حد اقول لها مستر طبعا انا شفت نفس حرف الجر دي بس بيسموها بلبوزيشنز اوف بليس يعني حرف الجر الخاصة بالمكان هي نفس حرف الجر نيجي بقى لان ان ان تيجي مع ايه يا شباب قالك تيجي مع ان افريكا يبقى القرى ان ايجبت مع الدولة تمام كده تمام طيب لو قال لي ان اقار استنى مستر هي مش كار دي وتكسي وسيلة مواصلات اللي باي ها تمام بس خلي بالك من دي ده ايه ده حرف الاي يا مستر ده ايه يا شباب حرف الاي يا مستر لو انا في مكان يا شباب وداخل المكان فانا in the park طيب تعال اشوف حرف الجر on قل معناها على يا شباب يعني لو انا على سطح حاجة on the table on the wall on a bus on a train سوانا يا مستر هي مش train وسيلة مواصلات وبس وسيلة مواصلات لما قلتش ان ليه زيها ولا ما قلتش باي اول حاجة قبلها ايه يا شباب قبلها ايه يا مستر تمام طيب انت هناك يا مستر فوق هنا في الجزئية دي قلت قبلها ايه وحطيت قبلها ان اش معنا هنا حطيت قبلها on ركز بقى معي وسيلة المواصلات يا شباب لو انت حسيت ان انت ممكن تقوم وتتحرك من الكورس اللي انت قاعد عليه فانت قدام حرف الجر on a bus on a plane on a boat on a train طيب وصلت المواصلات زي تاكس يا مستر وكلمة car لو لقيت نفسك انت قاعد على الكورسي وما تقدرش تقوم تتحرك ولا تلف الايمين ولا شمال ولا تطلع تروح مسلا تبص بالشباب ولا يعني ما فيش حقارية حية في الحركة فانت قدام حرف الجر in بشرط ان يجي قبلها ايه اداة التعريف او اداة النكر ايه تمام فهمناه طيب حرف الجر at بتيجي مع الاماكن الصغيرة والتجمعات يعني لو انا في عيادة الدكتور يبقى as doctors طيب لو انا في البيت at home at the end of at 12 تحرير ستريت يعني في 12 شريع الايه التحرير افقرك سريعا كده بالpresent simple tense انا كل الكلام ده شرحه يا شباب على grammar في القناة اساس grammar الانجليزي بتاعتي اطلع خش بالقوائم التشغيل بالقواعد اللي هو الانجزاء والgrammar هتلاقي كل الكلام ده مشروح من تاني بالتفصيل فدي حصة المراجعة مش عايزين نطول فيها الضماير دي يا شباب اللي هي بتجي في اول الجملة يا مستر تمام كده تمام دي مجموعة المفرد الفعل معها يبقى يا شباب هيجي يا مستر في اس او اس او اس طيب المجموعة دي يا مستر مجموعة الجامعة او اي تمام اللي هي الاي والوي واليو ازاي الفرب معها بيكون او فعل في الايه في المصدر طيب النفي بتاعهم يا شباب هتيجي تقول لي كده يا مستر نفي المفرد والفعل في المصدر والنفي والجامع والفعل في المصدر طيب السؤال اللي هي بيجي يا مستر اللي لقت الاستفهام وبعد هدهلك انا لسه في الاخر خلص خلي بالك وهقول لك تعرف تحل المحادسة ازاي? وعندك وعند الفاعل وعند المصدر. اول نقول كلمة الاستفهام ودو والفاعل والفعل فين في المصدر. عايز اقول لك على حاجة يعني انت لو لقيت او 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 لازم يجي وراهم لازم يجي معهم ايه? الجزئية دي عايزك تبروزها يعني اللي 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 لا يخلو بتحامل سؤال عليها اللي هي جزئية ايه? جداول المواعيد السبتة بتاخد المضارع بسيط. اللي هي مواعيد المواصلات. مواعيد السينما. المسرح. البرامج. الطيارات. الاوتوبيسات. الحساس المدرسية. الاجتماعات. المؤتمرات. كل ده لازم الفعل يكون معها فين في المواصل. يعني يقول لك ايه? بشرط ايه بقى? بشرط ان الفعل يكون ايه? مفرد. ما اقولش خلاص مع المضارع البسيط ياخدو اس وكل حاجة لأ. ها يبصرت ان الفعل يكون ايه? مفرد. تمام. زي عندنا في المسال ده كده بيقول لي ويندوز في المستارت. ده المسال سألي خلص كده كده لازم اكتبه كده قصب عني. اللي هي قلية الاستفان بتيجي. اللي هي وبعد كده وراها الفعل المساعد. وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل ايه? في المصدر. بعد كده لما جاء رد. انا اوما لمحت كلمة يا شباب عارفت انه وسيلة مواصلات. يبقى ده جدوى المواعيد يبقى لازم هنا اقول ايه? ليفز. طب يا مستر لو هو وجباحها. يبقى ليف. يبقى الفعل عادة هيجي ايه? وكمان بيجيب لي كلمة ده اللي على الوقت بتاعه. ممكن يقول لي تمام كده? كل ده مشغلش دماغي لازم يكون مضارع. بسيط. الجزئية دي يا شباب في غاية الاهمية. برضو لا يخلو متحان منها سواء في التصحيح القطأ او في ايه الكتابة انك تتعرف اذا تكتب عنها جمل. يجي وراها جيرند او فعلي فاين جي او اسم. معنا هنتطلعها. يعني تيجي ازاي ما ستقول لك يا اما اقول وراها اسم زي ده. رحلة للارمون. يا اما اقول ايه? تمام كده? فعلي فاين جي. تمام. الجزئية بتاعت يعني المشورة ياخد منه قد ايه? بيستغرق منه قد ايه? اسمها ايه? بجيب فعلي اسمه تيك. وبعد كده الوقت بقى كتول مصدر. يعني اقول ايه? ايه تيكس اهي? التستغرق. كام ادي الوقت وهي مصدر? اللي هو الساعة. وبعد كده ايه? تول مصدر. توجات. الجزئية دي اهم من اللي فوق. خلي بالك. انا لو عندي ود واللي اختصار بتاعها ابوستروف دي. جت وراها او لايك او لازم يجي وراها يا شباب. ها طول مصدر. طول ايه? ركز في الحتة دي. بشرط ان ايه? ان الكلمة تكون موجودة معاهم. كلمة ايه? او الابوستروف دي. طب يا مستر لو مش موجودة وجت بس او لايك او لا خلاص. لو جي وراها فعل يبقى الفعل لازم يكون في اي نجيل. او يجي وراها اسم. تمام كده? طيب يا مستر. انا عارف يا مستر ان في وفي لو جي وراها حرف الجر تو هيجي وراها تو والمصدر. ايجي وراها ايه? ايجي وراها تو والمصدر. على كده? فين يا مستر مفيش هنا هي دي حديدة. هي دي شباب. اوستروف دي دي هي ود. اي ود. مستر قال له في ود جت قبل بريفير يبقى انا محتاج تو والمصدر. تمام كده? انا بقى تحفظ اهو. طيب المستر قال له في بريفير جت لوحدها او او لايك. ايجي وراها حاجتين يا اما اسم. ذي او فعل في اين جي. تمام كده? طيب لو جت وراها الفعل او لايك او لايك او لايك جي وراها تو. جي وراها تو. يبقى انا هيجي وراها ايه? مصدر. ايجي وراها ايه? مصدر. تمام كده? تعال ناخد سؤالين تلاتة كده على اللي احنا قلنا فوق. احمد لوكس فور وار تو. ايه يا مستر سوان اهي? اهي الاكسبرشن لوكس فور وار تو. انت قيل يا مستر يجي وراها هي اسمي فعل فاين جي. صح كده? تمام. هل في هنا اسماء يا شباب? لا ما فيش اسماء يا مستر بس في فعل فاين جي ايه? يبقى جوينينج. ايه رأيك? تمام. ايد لايك سوان يا مستر ده ده ود اللي انت ايه اللي عليها ايه? وجات وراها ايه? بفعل لايك او بريفير او لاف. وانت قلت له لو وود بريفير او وود لايك او وود لاف يجي وراها ايه? تو والمصدر. انا حفزتها مستر وذكرت تمام. كده انت شغلها في عشرة على عشرة. ندعو بقى اسكول لاصحابنا يا شباب. وزي ما لكم في كل مكان متابعة قناة اساس جرامر انجليزي واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس على كل. وما تنساش تكتب كومنت ولايك وشير للفيديو. تعالك كده ناخد خمس جمل على الفوكابلرز اللي احنا رايناها فوق. نومبر وان. مش عايزك تشغل للنوع بالكلام ده انا عايزك تحدد بس ايه? بس اقلك على ايه? على صفكس. للك كلمة ايه? عايزك تحدد على الحاجات اللي انا بحدد عليها دي. عشان تبقى ايه? عشان تبقى ايه? عشان تبقى ايه? عشان تبقى ايه? صفا. احط لها ايه يا شباب يا يا ماستر لسا واب 들�айнها. واشوف ايه اللي هيليق النطق معه? تمام? اتراك تو. زى سنينم. اللي هو ايه يا ماستر الرOld اللي هو مضاف? اللي هو بيساوي. زى سينيمم of the word bor drawn يبقى انا كلمة bor drawn ايه انا محتاج منها ايه? بتساوي ايه? برو دي احنا يا استعير يا شباب. انا هعمل ايه? انا تيك يا مستر يبقى انا ايه? تيك يا آ� on number three to give the opposite يبقى هنا بس على ايه شباب على opposite او الانترم بتاع ايه بتاع ظرف اهي ادفرب اسمه politely اه لما كنت بجيب الايه نفي politely كنت ما نفهم ايه بال i am mister اهي aim politely تمام four the word small small وكلمة ايه معاها يعتبر opposites small وكلمة ايه اه يعني هو عاوز ايه عكس كلمة small يعني صغيرة مستر عكسها ايه large يعني ضخم number five the word beautiful كلمة beautiful is most dissimilar اه خلي بالك بقى من دي ها dissimilar دي يعني ايه مش مش دي similar مستر لا dissimilar يعني عكس او مضاد يعني antinum لكلمة ايه ده كمين ده عكسها ايه اقلي تعالى كده ناخد جزئية بتاعة على اللي احنا اخدناه وناخد المجموعة اللي انت شايفها قدامك دي number one يا شباب we are going to italy وبين قوصين جايب لي اد جايب لي ابرل طبعا اد هنا مكتوبة غلط وابريل ده شعر يا مستر يبقى انا هكتب هنا ايه يا شباب ابريل يا مستر حرف الجر اللي بيجي معا ان تمام number two many shops don't open وجاب لي ان هنا وجاب لي sun days يعني ايام الحد طب انا ايام الحد ده بستر اللي هو الايام بتاخد ايه بتاخد اون يا شباب صح كده تمام three are you free انا جاب لي off جاب لي lunch time time احنا كلمة lunch time اللي هي دي بتيجي تاخد كلمة ايه او حرف الجر يا شباب at lunch time at lunch time تمام number four he goes to work طب يا مستر ما هي باي موجودة هي وبيكار وسيط مواصلات انت مش شايف دي قدامك مش انا قلت له حرف الage يبقى انت قدام حاكتين yeah in yeah on طيب يا مستر لو انا في المواصلة ومش وقاعد ومعنديش حرية الحركة يبقى انا قلت له حرف الجر ايه حرف الجر ايه يا شباب in يا مستر تمام i went home in saturday evening in saturday evening لا يا مستر ده تبقى ايه on saturday evening تمام شي مع lives دي منصورة يا مستر صحي على مكان يبقى on دي غلط يبقى كلمة حرف الجر ايه حرف الجر ايه مستر ايه ان اول english listen start اه مستر درس الانجليزي اهو يبقى معاده ثابت ودي ايه الجدوى المواعيد اهول وقت يبقى هنا كلمة ايه يا مستر طب دي مفرد تمام يبقى هنا ايه starts يبقى انا هحطي اس شباب هحطي ايه هحطي اس يعني هكتب هنا ايه هكتب فعل ايه starts اهو شباب بس ايه اللقاط الالم ده بيكتبش كويس اهو يبقى انا قلت هنا ايه starts تمام كده تمام تعال بقى نشوف يونيت 2 مجموعة الكلمات اللي موجود فيها نفس الايه اللي احنا اشتغلنا عليه دي يونيت شباب هاسمها let's go shopping من الوحيدات المهمة جدا لان درس ال shopping ده برضو ممكن يجي لك عليه براكراف الامتحان او text نفسه القطعة بتاعت الفهم ممكن يجي على خليق ربقى سريعه مع بعض عشان الناس اللي عندها مشكلة فيه القراية quality traditional battery jewelry instructions microwave survey shop assistant customer deal toaster discount delivery horrible special sale order complaint offer password price advert review website mixer trusted machine shells اللي هو استضاف اول محار town center stone designs company decorated handcraft charge guess speaker damage earn money ايرن ماني يكسب فلوس هنا مجموعة برضو البربزيشنز اللي حرف الجره والإكسبريشنز واركز على الكلمات اللي بنوني الاحمر دي المفروض برضو تبقى لونها احمر turn on يشغل turn off يطفي call back بيعود الاتصال فيل بتكون حرف الجر ان فيل ان بلاجد ان ليف فور find out about بيجونا حرفين جر اهم يكتشف عن فيماس فور مشهور بي بوبلار ويز مشهور بي have a big discount ask for information answer a complaint make a complaint pros and cons بروز هكدا قدام عينك مميزات وعيوب بتساوي advantages or disadvantages بتساوي merits congratulations on look in get a free speaker as a present for spend much money on wait for deals or discounts خلي بالك من كلمة discounts خلي بالك من كلمة discounts يعني خصومات وديلز برضو وديلز معناها ايه صفقات يلا الجزئية بتاعت السنينوم الانتنوم easy هي simple الانتنوم difficult loud هي noisy الانتنوم low quick هي fast الانتنوم slow positive هي useful هي good هي helpful الانتنوم negative famous هي known هي popular الانتنوم unknown start هي begin الانتنوم finish أو end ودي مجموعة الـ prefix والـ suffixes اللي هي الـ ed أو الـ d دي بتتخلي الفعل بتحوله لصفة زي trusted, decorated, excited excited suffix er بتحول الكلمة لإسم فاعل زي rub rubber, speak speaker, sell seller, custom customer suffix full بتخدناها يا مستر بتحول اسمه لصفة colorful beautiful suffix t بتخلي الفعل يا مستر بتخلي اسم complain اللي هو بيشتكي تبقى complain اللي هي شاك وحرف t اصلا silent prefix on معناها لاي يا مستر وابتين في الصفة زي known اما اجانب فيها اقول unknown happy اجانب فيها اقول unhappy prefix in بتحول بعض الكلمات للعكس بعض وليست كلها يعني كلمة expensive بتبقى inexpensive بمعناها اي رخيص فاكر درس مقارنة الصفات هنا في جزئية الجرامر يا مستر الصفة لو قصيرة يا مستر بيبقى فيها ar لو بقرنها بين اتنين وبعدها than زي faster than slower than تعمل كده هم مش هيقول لها بحول بس هيجرهاك في ايه في correct تمام طب لو الصفة طويلة يا مستر زي beautiful و dangerous بجيب more الصفة than او less الصفة than تمام تمام زي ايه مستر زي سنيك مالو اذا الصفة يا dangerous طب لما الصفة تلاقيتها كبيرة كده ها وانا هقرب بين حاجتين هقول ايه قبلها more او less يا مستر بعدها زان بس خلي بالك من الكلمة اللي قبلها والكلمة اللي بعدها عشان ما تتخمش فيها هنا ايه الخطورة يبقى الخطورة في الاولان يبقى more طب لو عكسنا وجبنا الضج الاول يبقى الخطورة هتقل يبقى لازم اجيب كلمة ايه less وبعد كده الصفة وبعد كده زان وبعد كده اجيب الحيوان الاخطر في الاخر طب يا مستر لو هعمل اا سبارلت في صفة التفضيل افضل تفضيل بقى هجيب يا مستر الزا والصفة القصيرة وعد كده المقطع is ديه زي the وعينة على d ما تنسهاش tallest تمام the slowest تمام طب لو الصفة طويلة يا مستر هجيب كلمة the most والصفة او the least والصفة زي the snake is the most dangerous طب الرابط is the least dangerous تمام ده جزء الكمبراتف والسبارلتف اللي هي مقارنة الصفات يا شباب طب يا مستر هي لو لو احمد زي علي او شعر والاثنين واحد او طول واحد او تمام كده صفة قصيرة او طويلة بعمل ايه والاثنين تتساوي او ادي المقطع بتاع تساوي الصفات او از الصفة از احمد is as happy as salah احمد is as happy as salah طب يا مستر لو مش متساويين هعمل ايه هنفي اقول not وبعد كده اجيب as الصفة از او not وعد كده so والصفة as صلاح isn't as happy as احمد او صلاح isn't so happy as احمد تعالى بقى للجزئية دي مهمة جدا وناس كتير يعني بتقلق منها ويستدل الفاتة تعالى المثال ما جاش عليها ولا سؤال في الامتحاء بس مش معنى كده انت ما تذكرهاش الجزئية بتاعت both كلا كلا او كلتهما او كلاهما الجزئية بتاعت neither او neither either او either و none ركز كياه بالراحة واحفظ الجدول ده بقول لك احفظه both دي ايه يا مستر قالك بيجي معها both and تعمل كده اول حاجات both and بيبقى عندي فاعل اسم هنا وبعد كده and اه وبعد كده ايه الفاعل التاني يعني ايه يا مستر بقول كده both مين احمد and علي ملهم بقى خلي بقى من حتة دي اهي البروازة اهي يا مستر ده فاعل دايما كان فاعل دايما جامع الله هو مش الفاعل هنا جامع عشان اهو ادي فاعل ده انت عندك واحد عندك اتنين ادي فاعلين اهو both احمد and علي اقول ايه بقى الفاعل اللي اجيب هنا اقول جوز لا اقول جو بيسموه ايه فاعل جامع فاعل ايه جامع يعني بيجي مع الضمير الجامع او مع الفاعل الجامع تمام بوث اوف لو انا جلم بوث اوف بوث اوف يا مستر هيجي وراها ضمير مفعول جامع يعني بوث اوف زم مسلا تمام كده او يجي وراها زا او زيس او زوس واسم جامع برضو فاعل ايه خلي بلك من ديه او مش اجيب اكلف دي فاعل جامع يعني اقول جو محط لهاش اي حاجة بتدل على المفرد طب لو قلت بوث وقلت ايه كلمة ايه زا ستيدنس تمام او بوث ستيدنس هيجي وراها ايه برضو فاعل جامع او مستر يعني ده مستر ما بيجيش ولها لأفعال جامع طبع مسلا لما فيش فاعل رئيسي وفاعل جامع اقول او ار هاقول لها مستر افعال افعال واحد فاعل او هنا في الاول ا Lit福 очень低 seven old adoptive كالتا ذا ايه quello يجد ان البريدcktية ايه هيجي وراها فاعل فاعل ايه هنا ولو الفعل ده مفرد هقول لو او 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 شفت مقه طب لو الفعل ده جامع يا مستر جامع يبقى هقول هحط الفعل لو هو فعل رئيسي مش هحط له اي اضافات لو هو فعل مساعد هاجيب افعال الجامع بتاع المساعد كلها طب لو قلت ايضا يا مستر تمام كده برضو هيجي اي كلمة حاجة اسمها اوف يا شباب از اوف اいて اوف هنا بث بوث اللي فوق كان فعل جامعي انما ايدار معها ايه فعل غالبا مفرد فعل غالبا مفرد يعني ايه يعني ايه فعل مفرد يا مستر يعني بيجي مع الضامر المفرد هتحط له ايس يا شباب او اي اس او اس تمام او يبقى هاز او اس طب يا مستر لو ايذر او ايذر جات وراها اسم مفرد ها اقول ايضر ايه ايذر بوك ايذر بوك صاح اكدا خ prominence يجي وراها فعل مفرد. فعل ايه? مفاول ايه? مفاول ايه? is interesting. طيب ايذر احمد ماله is happy. يبقى ده الفعل المفرد هنا ايه? is. تعال بقى كلمة او دي معناها لا. ولا ما فضلش ل ده ولا ده. كلمة معناها ايه? ل ده ولا ده. او برضو نفس الفكرة احفظ واحدة والتانية زيها. علي نور احمد وبعد كده الفعل اللي هيجي هيتبع الفعل ايه? هيتبع الفاعل التاني اللي هو ده. يعني له ده لو مفرد يبقى لو جامع هقول تمام? تمام. ونفس الكلام اللي على هو زي اللي على الكلمة بتاعة يعني ما فيش حاجة فيهم بسموها عاملة زي الجزائج كده اللي هي اللي فوق. هيجي وراء ضمين مفعول جامع. او زاء او زيس او اسم جامع. هوا فعلا غالبا ايه? مفرد. فعلا غالبا ايه? مفرد. طبعا مستر تمام ما هي دي كده عكس دي. شايف? اها. ليه مستر عملت كده? اهي كان في الاخر بيجي وراء ايه? قال لك فعل جامع. اعمال دي بيجي ايه? فعل مفرد. لان انا بنفي. لا ده ولا ده. لا ده ولا ده. يبقى لازم يجي فعل هنا ايه? عايزك بقى تقرأ البرواز ده. وده تطبيق على انا شرحته. شوف كل كلمة بتيجي معها ايه? اقرأ كده لما انا قلت بوث واسم اولاني واسم تاني اللي هي بوث اند الفعل هنا جي ايه? ها? فعل ايه? بسموه فعل جامعة مستر بسموه فعل ايه? جامع. تمام? طب لما قلنا بوث اوف وجيه وراها اسم جامعة هنا او ضمير الفعل اللي جيه وراه هنا ايه يا شباب فعل جامعة يا مستر برافو. طب لما تكلمنا على ايه او ايذر وقلنا فاعل وبعد كده اور وعده كده الفعل التاني قلت يا مستر الفعل اللي هيجي هنا هيمشي ورا اللي هيه اللي جاء بليه هنا الفعل ده. ورده مفرد يبقى ياخد ايه، طب ايه ايذر اوف قلت يا مستر هنا اذا 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 جاء روها اسم جامع وبيجي وراها الآخر ايه غالبا مفرد اهو غالبا ايه مفرد حكس اللي فوق عكس بوث ايه يا جماعة عكس بوث ايه. خلي بالك. طيب اه لو قلنا باشعي وراها اسم فعل مفرد يجل وراها فعل ايه مفرد. ونفس المجموعة دي نفس المجموعة اللي احنا قلناها هناك تعال profess to my aferaladadadadadadadadadadadadadadadid ‰ المادل البسيط حصل في المادل وانتهى وكان بحسب المادل مستمر في المادل في المادل في فترة معينة تمام كده طيب المادل البسيط كل الأفعال يا مستر ايه بالفعل تحط لها لو مقرر اللي هو ريجلر دي او اي دي او اي دي والنفي بتاعه الديزنت والاي والمازد ده لو فعل ايه ريجلر لو هو الريجلر بحفظه يا مستر على الشكل بتاعه ده بالمادل المستمر قال لك مستر اللي هو ووز ووير والفيرب بلاس انجي مجموعة المفرد اهي اللي هي على الاي واله والشي والات بتاخد ووز والاي والفا انجي وانا في بتاعهم ناط مجموعة الوي واليو والزي واسم الجام ياخدوا الوير والفيرب في انجي تعال شوف الدرس الجزئيه دي طوال الجزئيه دي انا شرحها بالتفصيل يا شباب ولا باشرح الدرس تمام تعال شوف الفرق ايه كده او تعال شوف لما لا هستخدم الكلمات الدلة مع الكونتينيوس عندي ويل واس ويل واس وهم في اي مكان في الجملة ان شاء الله لو طلعوا بره الجملة اهم حاجة يجب وراهم ايه مادل مستمر اللي هو ووز او وير والفيرب في انجيه والزمن التاني بقى بادل بسيط تعال شوف المثال مي سيستر دربت ادي دربت دي مادل بسيط وقعت منها الفرق الفرق لي الشوك ويل ادي ويل ايه جات رابط مبين اللي اتنين شي واس ايتنج ادي الماضي المستمر جنف الاول يبقى هيجي وراها برده مادل مستمر وبقى كان مادل بسيط طيب وين وضعها ايه وين عكس ويل واس ايه شباب تمام يعني لو جات في النص هيجي وراها مادل بسيط وقاب لها مستمر تعال مي قرر المستمر ومنها واس ووتشنج تيفي وين ادي وين ايه جات قبلها واس ووتشنج يا مستر مادل مستمر وبعدها ها اللايت وين او اتحدث قطع حدث موضي بسيط طب يا مستر بقول لك حدثك ايه انا خدت قبل كده ان ويل واس ممكن يجي وراهم ايجي وراهم او معاهم اللي اتنين ماضي مستمر اه في حالة الكيسة دي اللي بتقول ايه لو الحدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت يا مستر انا كنت بعمل واجب وبابا كان بي ايه بقرق جوه نهارا كنت بتفرج على التلفزيون وموما بتجهز العشان اهي شي واس لسننج ادي ماضي مستمر ويل اي واس تادي ماضي مستمر طب يا مستر لو انا ممكن استخدم ماضي مستمر وما جيبش ويل ولا از اه بالسبشارت لو انا قلت شي واس كليننج لازم اجيب كلمة بتدله على الماضي مع وقت معين في الماضي لازم الاتنين دولار شباب يكونوا موجودين عشان استخدم الايه استخدم الماضي المستمر لان لو شلت ات سيفن اكلوك وسبتي اصتر دي يبقى انا الاستخدام ده هيبقى غلط يبقى انا هستخدم كلمة ايه كليند تعالى نشوف الخمس جمل دولار جوزئي بتاعت الجرام اللي احنا اخدناها ايذر انا قلتلك ايذر اهي هيجي وراها ما بيجيش وراها يا جماعة ما بيجيش وراها اسم جاء ما بيجي وراها اسم مفرد يعني ان ايذر معناها اما كزا يعني واحد بس يبقى هنا ايه بوي هنا ايه بوي تمام نيذر جيرل نيذر جيرل طب انت مستر نيذر جيرل دي انت قلت هتجي باعها ايه قال لك هنا بيجي وراها ايه فعل ايه فعل مفرد فعل ايه مفرد يبقى ايه دز يبقى ايه دز تمام بوف علي اند فرينتز بوس ادي بوف اند ودي الاسم تمام كده انا كده كده مستر ما بيشغلش المغرب الاتنين دنتقيل بوس فلان وفلان بياخد الفعل معهم جامع يبقى ايه يبقى ايه يبقى ار بوف اوف وهنا اقول لك وي لا اسمها بوس اوف ها اس بوس اوف اس كلانة تمام كده لازم يجيش وراها ضمير مفعول ايه جامعة هي از نيذر طول طب هي نيذر اسمها نيذر اور ولا نيذر ايه نيذر نور يا مستر نيذر ايه نيذر نور اهي تمام مع قناة استاذ جرامر طريقك للنجاح تعال كده ارى لك الفكابلز اللي موجودة في يونت تلاتة كانت اسمها ماي كميونيتي ماي كميونيتي يا شباب اللي هو المجورة اللي احنا عايشين فيها رعاية صحية فرص نيبرهود اي نيبرهود ده شباب بتسلو كلمة كميونيتي ديسنت لايف ديسنت لايف انشتف عرف موضر الحالة كريمة فيرذرمور رولاري ارياز اللي هي المناطق الريفية عكس كلمة اربان ارياز فاسيليتز اللي هي المرافق كيننس انترويوس فرنيتشر انشتف بولوشن كونكلود لودجر اللي هو الساكن تلنت اللي هو مستقر وشرحتها المقطبة اشرح الدرس تمام كده بنش اللي هو مقعد ثابت بيعد عليه اكتر من الفرد امبروف حويفر اكسسابل ممكن توصول اليه سامرايز اتراكشن كميونيتي ان اديشن اكسابلينس خبرة وهي ان كونت ولا تقمع سويتنس لجر ليفلاتس ريپيرز اكشلي جريتنس اماجن ويكنس براود وورملي كرافتي ليفلاتس كلييرلي ادكيشن اللي هو التعليم دي مجموعة البرابوسيشن والإكسابلشن walk along have a rest that's why give me a call feel unwell after all plan to aim to of all edges بركز عالكلمات اللي باللغون للأحمر الحروف الجر community meeting communicate with those in need اللهم المحتاجين covered in community center discuss بتيجي مع كلمة problem put up street lights بيركب أضواء في الشارع make a difference local facilities كلمة دي مهمة جدا have a good effect on مجموعة السينم والانتنم formal هي official الانتنم informal elderly بتسوي old بتسوي aged الانتنم young happiness بتسوي pleasure الانتنم sadness inside بتسوي in وinto الانتنم outside kind بتسوي friendly الانتنم unkind deliver بتسوي bring الانتنم receive الدخس ده كان فيه future باستخدام will تعالة كانش في اول حاجة will will او الشكل بتاعها مصدر ومعها الفعل فين معها الفعل في المصدر بس تقدمها امتى يا مستر مع السبع حاجات اللي انت شايفهم دول قدامك وهنزود عليهم الجزئية الاخيرة يعني لو انا هاخد قرار سريع ولكن سهط يبقى i will open يبقى ايه quick decision i think he will طالما قلت i think يا مستر يبقى انت هتجيب ولول مصدر تنبؤ بدون دليل تنبؤ بدون ايه بدون دليل he will بثرتين ده حقيقه يا مستر ده عوام هيتمه 13 سنة طالما عنده حقيقه مستقبلية باستخدم ولول مصدر i will buy you a new phone يبقى انا نبقى وعدك او يبقى ده promise تمام كده يبقى ولول مصدر i will give you a left to the hotel انا بعرض عليك ده عرض stop or i will tell your father ادي ويل والمصدر مع الايه مع ثريتين اللي هو التهديد will you pass me the salt ممكن لما عديزنا تناولني الملح اذا اسمه ايه طلب اسمه ايه طلب او يجي مع الكلمات دي اقول i hope i think i promise i am sure i expect كلمة soon وتمرو كل ده ياخد ايه will والمصدر will ويا شباب والمصدر يا مستر طب يا مستر لو هستخدم الفيوتشر مع والفعل قالك يبقى تحط قبل am او is او are على حسب الفعل وبعد كده تجيب going to اللي معناها سوفة وبعد كده تجيب الفعل فين في المصدر طب امتى يا مستر لو عندي المجموعة دي شايف المصدر والانجليش بتاعه يقول لك ايه my plan او plan او planning يقول لك my intentions او intend تمام كده i decide او my decisions قرارة كل ده يبقى لازم تخلي بالك من ان هو يستخدم الصيغة بتاعة going to او am is or going to والفعل infinitive تمام طب لو عنده دليل هيستخدمه المصدر ولا going to والمصدر قالك يا مستر الدليل اهو مع الجوم غيم وملبت بالغيوم يبقى going to والفعل فين في المصدر او مع المجموعة دي اللي انا قلتها لك من شوية اهي اي كلمة من الكلمات ده يا شباب او مع المصدر امتى مصدر استخدم المدارع المستمر عشان هتكلم على المستقبل يعني عند ام واس وار والفعل في انجي قالك لو انت عندك ترتيب مصبغ والترتيب المصبغ ده يا شباب دايما بيكون فيه مناسبات بيكون في ايه مناسبات سفر راحلات افراح اعياد ميلاد اهي اي اي ام ترافلينج قد المدارع المستمر يا مصر ده جايب كلمة الطمور وما تحطها يا مستر ويلو لمصدر او جينج يتقول فعل في المصدر مش ده حاجة استذكرة ورتب ليها ترتيب مستقبلي حصل صح كده وكمان المصر قال لك سفر ويبقى مضارع مستمر قال لك لو الكلمات دي قال لك ايه ان انا او انا او انا او انا اول حاجة لفسها او او ارنجمنت كل ده يخلينا استخدم يا شباب استخدم المضارع المستمرة مستر تعال حللك كده كم سؤال على الفوكابلرز ده ده حد عامل اجتماع مع ناس وبيشكرهم على شغلهم يبقى هو ايه بقول لك انا بستغل لهذه الايه الفرصة تمام يبقى هو ايه يا مستر وطر خطر يا مستر لا ما اقول لك وطر حاجة وطر ايه ويقل الخطر في اللي اقترته شباب يبقى هو ايه مستر التلوث يبقى تلوث المياه ثلاثة اللي هي مبادرة حياة كريمة بروفايدز مور هيلث هيلث كير على طول يا مستر هيلث ايه هيلث كير رعاية صحية هيلث كير تعال شوف المجموعة دي تعال تصحي الخطأ حمزة فيلز انا متكلم على شعور حمزة مش تبقى في اي اي نجا شباب انا متبقى يا مستر ديس ابوينتد اخيرها اي دي اه يا شباب اخيرها ايه اي دي تمام مستر مفرد هو جاب اس جوينج توبي طب لحد دلوقتي مستر اه تمام طب كمل بقى ده هتم خمسين سنة يبقى دي حقيقة مستقبلية مستر حقيقة ايه مستقبلية يبقى هنا هستخدم ايه هستخدم ايه والفعل ايه والفعل يعني دي هتبقى ايه والبي يا شباب will be. تعال اشوف الجملة دي في غيرت الاهمية وفي الاس كتبته غلط فيها. قلت لك he is intelligent. الشخص ده زكي. يبقى انا الزكي ده هقول عليه won't was. مش هيعد الانتحال. لا. ده will pass. will pass. يبقى هنا يتبقى ايه? will. اهي. ونجيب قاها الفيرب بعد اللي هو انتا شايفه قدامك. اهي will. الاول كده. will pass. اهي. يعني محدش يقول لها مستر. قول لي ده دليل لا يا مستر. صفة الزكاة لسا الدليل يا باشا. خلي بالك. اي نقط ميك يو اكاب اف تي. ده ايه يا مستر ده? الله ده ده عارض يا مستر. ده ايه? ده عارض. والعارض المستر قال لي بيجي معا ايه? العارض بالطلب مع اول يا مستر. i will make you a cup of tea. i will make you a cup of tea. تعال بقى نشوف اللي موجود في يونت فور من الكلمات والجرامر. هل سبق لقى السفر بالطائرة? السؤال نفسه هو مضرع كلمة وهنا ايش رح مضرع التامة شباب. بايجرافي سيرزاتية ويند سيرف فيم بارك ارفنج ساين لانجوج ويند سيرفينج كونسيرت سناركل ديسليكسيا جيمناستيكس natural facties armies 까ش trancom Incasit an instrument taint forest marry results coach introduce competition wedding party deaf children special school handball club timeline achieve adventure graph destination wonders dream follow happen raft scare affect disability marriage awake report السنانم الانتنام شاب result هي اند الانتنام reason successful هي لكي هي وينر الانتنام unsuccessful understand هي know هي recognize الانتنام misunderstand achieve هي get هي وين الانتنام fail awake هي aware الانتنام اسليب narrow هي tight الانتنام wide وهنا برضو بيفكرك بيه past simple الموض البسيط كل ده شابه ما شرحينه بالتفصيل في الوحدات يعني اللي عايز تفصيل اكتر من كده يرجع لليونت نفسها بقوائم التشغيل هيلاقي اليونت مشروحة بالتفصيل الدمائر كلها مستر بلا استثناء الفعلي معها لو منتظم ياخد دي او اي دي او اي دي او اي اي دي طب والنافي didn't والمصدر طب معناها ايه ان انا خلاص حدث وانتهى لازم يجبعها يا ستر دي او كلمة ده اللي على الماضي تمام او بيجيب لك ويجيب لك الحتة دي ليه عشان يقول لك present perfect المضارع التام ليه المضارع التام حدث يا شباب حصل من شوية وما زالت اثاره ايه او ليه اثار بتحدث ايه او نتائجه لحد دلوقتي مجموعة المفرد تاخد has والتصريف التالت تمام كده لو قال بيجيه مجموعة الجمع تاخد has والتصريف ايه والتصريف التالت ودي استخدامات تقول لك i have cleaned i have studied ودي خلي بالك الكلمات الدلها for he has just a just for me انا شرحه بالتفصيل في الواحدة الرابعة حلقة في منتهى الاهمية ادي سنسا يا شباب بيجيب لها مضارع تام مستر وبعد كده وراها ايه بداية المدة او ان يجي وراها مضي بسيط طيب اولا مستر الكلمات الدلها هي اللي فوق دي الكلمات الدلها على المضارع التام اهي تمام وانا برضو شرحت كل واحدة فيهم بتيجي ايه بتيجي مع ايه بالزبط خلي بالك ان for بيجي وراها مدة بتبدأ ايه اما b a او ال an او اخرها s او اخرها ايه s اما الشهور والسنين وكلمة last بتيجي مع ايه بتيجي مع سنة الفرق عند يا شباب ما بين has been to has gone to has been to راح مكان ورجع has gone to راح مكان ولسا هناك يعني لو قلت لك احمد has been to italy اعرف ان احمد موجود دلوقتي معنا لو احنا قلنا we have gone to london معنى كده ان احنا في لندن دلوقتي كلمة job بمعناها وظيفة وتتعدى يا شباب احط a او احط لها s اما كلمة work فهي معناها عمل وتتعدى يا شباب لو هي معناها العمل اما لو لقيت فيها s يبقى معناها اعمال فنية واعمال ادبية تعال اخد الاربع جمل دول على الستراكشورز انا شرح الجمل بالتفصيل يا شباب هاوضل اقول لك كل شوية شرح الجمل في شرح يونت فور هنا عندي واش انت بستعدى have what the verb يبقى ده الفضل لايه يبقى ايه دي يبقى have you a have you washed have you have you washed يبقى انا هزود ايه يا شباب نمبر تو هي left the house over an hour over an hour وجايب هنا ايه وجايب sense طب ما sense هنا مش استخدمها مستر ليه ليه لان الفعل ده مستر ده مش مدول اعتام اصلا ده فعل ماضي بسيط يبقى هنا كلمة ايه يا شباب ها كلمة تدل على الماضي بسيط كلمة ايه اجو يا مستر كلمة ايه اجو بس ادي كبير ازاي what وبينكو seen happen at yesterday's meeting ادي اصلا ده ماضي يبقى what ايه what happened احط ايه يا شباب انا احط دي يا مستر احط دي ايه ايه بتاخد has لا ايه هاف يا مستر اي ايه 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 هاف اللي هي ابوستروف ايه في ايه تعال ناخد المجموعة اللي جات في يونت 5 اسمها young role models young role models اللي هو ايه مثل اعلى ممكن نحتازي بيه championship بطولة tournament دورة دورة المباريات او الدوري medical team scholarship recycled water used water teenager astronaut staff campaigner spectator sports creative dirty hour pandemic culture ab health center disabled people emergency mathematician programmer challenge achievements respond skill organizers winners incredible bubble score contest speech blind company achieve natural solve success هي achievement الانتنام failure incredible هي excellent الانتنام ordinary teach هي educate هي guide هي direct الانتنام learn above هي up هي on هي upon الانتنام below nervous هي upset هي anxious الانتنام quiet cool repair هي fix هي mind الانتنام break يعني يقصر وهنا كان بيشرح استخدمات yet في المضارع التام بيقول لي ان يت بتيجي في نهاية الجملة في النفي نهاية الجملة ايه النفي او في السؤال او في ان يا شباب في السؤال يعني دايما يتها هي هتجي في الجملة المنفية في الاخر ودايما بيجي معها haven't و hasn't و بعد كالبي بيه او انك ممكن تلاقيها في اخر السؤال اهو بتاع المضارع التام في اخر السؤال بتاع المضارع الايه التام have you eaten your breakfast yet اهه ليه مستر او قال كده قالك لانه already قريبا لها في حاجة بس بس بسيطة already بتيجي ما بين اهو الفعل المساعد ويه البي بي اهه have already cooked تمام كده طيب امال امتى يا مستر تجي في الاخر السؤال قالك سعاد بتيجي في نهاية السؤال يعني زي يت يا مستر كده شبه يت في استخدامها او قبل البي بي ليه عشان تعبر حدث تم بالفعل مش مخلصي عكسية تمام تعال شوف المثال ده كان في السؤال ده ما تقول تجي في السؤال ايه وقبل البي بي has he already told تمام المشكلة مش في ده مشكلة في ده ده الناس كتير بتشوف هده الكلمة يقوم راح حد يد has he told you about the accident already طيب لو هي هنا هنا سؤال بتحمل معنى ان الحدث تم بالايه بالفعل تمام تعال كده حل الجملتين دول الاهلي the first round of the هو الاهلي هيفوز الى شباب emergency ولا هالبطولة هي الدولة تمام thanks to the team who cared about the players health اهتموا بصحة الايه صحة اللاعبين بقى ده ايه فريق ايه فريق طب يا مستر فريق ايه medical team تمام تعال اشوف الكم جملة دول have you heard has هنا ايه وين لا one يا مستر اللي هو الايه التصريف التالت اهي one تمام number two i can't go skiing انا مش هقدر يا جماعة اطلع ايه اتزحلق على الجليد because i have broken يبقى هنا هي هجيبي الايه البي بي هحط n في الاخر i am sure we have ها قدي مش ته have تبقى فاضل لينا تصريف تالت يبقى انا هعمل ايه هعمل ايه مت تصريف تالت بتعملية ايه يا شباب مت هحزف بس ايه واحدة ايه مت يلا تعالى ارى لك المهموعة الفوكابلال والجرامور اللي في unit 6 اخر واحدة what's wrong what's wrong يعني ما الامر او what's the matter تمام mental health صحة عقلية after words cyberbullying understanding mindfulness embarrassed brainstorm social life appearance cyber bully life jacket teenager entrapped encourage support behavior disappoint depressed serious lonely joke message digital explain display support glad anxious clear clear clearly appearance avoid opinions worries diary فقرية مال ودير مصر لو ايجت الاول منتجات البان medicine اللي هو طب tip الاذvice spread ينشر culture secret waterfall اللي هو الشلال وارد وارد هي upset هي anxious العكس relax encourage هي support العكس disappoint depressed هي hopeless العكس cheerful a bit هي a little عكسها a lot different هي unlike عكسها similar like lonely هي friendless عكسها cheerful المجموعة المجموعة المفرد بتاخد has to اللي هي بتساوي must اهم حاجة وراها الفعل ايه مصدر ومجموعة ايو الدامع بتاخد have to اللي هي برضو بتساوي must وراها الفعل فين في المصدر طب الماضي بتاحهم ايه مستر have to هما الاتنين او والفعل فين في المصدر احمد has to be يبقى انا احمد مفرد فقد has to ودي الفعل infinitive رفيق must phone ودي الفعل فين infinitive طب الماضي have to ودي الفعل فين في المصدر طب يا مستر لو في lack of necessity عدم ضرورة هنفي الكلام اللي فودة كله يبقى طالما هنفي يا مستر يبقى هستخدم don't 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 طب و هنفي انفي طب لو احنا عنددنا القدرة و احنا جامع يبقى were able to لو هنفي هنفي علي was able to اللي هي بتساوي could ودي الفعل infinitive he wasn't able to وتساوي couldn't تمام ودي الفعل ايه infinitive ركز بقى مع الجمل دي لان الجمل دي والقاعد دي انا شرحها برضو بالتفصيل في شرحي الوحدة الستة طب في الادفايزر مسلا بستخدم should و shouldn't طيب اهم حاجة يجب وراهم ايه مصدر يا شباب اهم حاجة يجب وراهم ايه فعل في المصدر you should study hard he shouldn't leave the baby alone in the house طيب ميت اللي بتسبب او بتتكلم على برضو ميت معناها ربما وهيجب وراها ايه مصدر اللي هي بتعبرها عدم الاحتمالية وعدم التأكد i bought three sandwiches i bought him three sandwiches ليه because i thought he might be an احتمل والله ربما يكون جاعا قدي ميت ودي الفعل ايه عايزك عايز الطالب تركز في المراجعة دي لان المراجعة دي لمة الستة وحدات الكلمات كلها مع وحلينا برضو بعض الاسئلة عايز تفصيل اكتر من كده هترجع ليه قائمة التجريب بتاعة التالت عدادي هتلاقي فيها جميع الوحدات مشروحة بالتفصيل وفي وحدات مشروحة في حلقة واحدة وفي وحدات مشروحة في حلقتين حاول اركز في هذه الايام وان شاء الله لو في فرصة تانية نعمل مراجعة حل حل الامتحانات عايزك برضو يعز الطالب كومنت وشير للفيديو كل اصحابك وحبابك في كل مكان تحياتي كان معكم مستر احمد عبدالشافي اتمنى اعزائي المشاهدين يكون درس النهاردة درس سهل وقدرنا نستوعبه بطريقة سهلة وبسيطة انتظروني في مزيد من الدروس على قناة استاذ جرامر في جميع مناهج اللغة الانجليزية وتعليم الانجليش لانجوج بطريقة سهلة وبسيطة بعيدة عن التعقيد تحياتي كان معكم احمد عبدالشافي سي يو